فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر ونتدبر ونتأمل في أسماء الله الحسنة واليوم نتحدث عن اسم عظيم من أسماء الله الحسنة هو العظيم وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الواقع فسبح باسم ربك العظيم ما معنى العظيم من الناحية اللغوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد كلمة عظيم تطلق في اللوة العربية على معاني ثلاث باختصار المعنى الأول أن يكون يعني عظيم الرتبة وعظيم الشأن سواء وصف به إنسان أو وصف به غير الإنسان وورد هذا في القرآن الكريم وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المعنى الثاني لعظيم هو ضخم أو ضخامة وخاصة إذا كان ضخما الجثة فيقال الإنسان الضخم أنه رجل عظيم وأيضا المعنى الثالث والأخير هو العظيم بمعنى الكثير العدد فيقال مال عظيم أو عنده مال عظيم بمعنى أنه مال كثير جدا وواضح أن هذه الإطلاقات اللغوية طبعا لا يمكن أن تنسحب كلها على تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ولكن سنعرف أن هناك نوع معين أو يعني معنى معينا بمستوى معين هو الذي يليق بتسميته سبحانه وتعالى العظيم من هنا نقول أن المعنى الأول هو الذي يمكن أن نستقي منه اسم العظيم بالمعنى الذي يليق بذاته عظم الشأ وهو العظم وهو العلو علو الأشياء سبحانه وتعالى ولكن يعني نلفت النظر سريعا إلى أن الآيات التي وردت في القرآن بهذا الاسم منها مثلا يذكرون وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الواضح في هاتين الآيتين أن الوصف العظيم متجه إلى الله سبحانه وتعالى للذات العالية وهو العلي العظيم منه كان لا يؤمن بالله العظيم وكثير وحضرتك كنت ذكرت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم بدأوا يقولون هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى فإذا كان الاسم هو المسمى فالعظيم ينصرف إلى المسمى وإن كان غيرا يبقى العظيم دي لم يصف بها الرب وإنما وصف بها اسمه قضية لغوية دقيقة هي ليست لغوية فلسفية بين المعتزلة من ناحية وبين الأشعار مشكلة يعني